الكهرباء اسم يشمل مجموعة متنوعة من الظواهر الناتجة عن وجود شحنة كهربائية وتدفقها ومن هذه الظواهر التيار الكهربائي الذي يعرف بأنه تحرك أو تدفق الجسيمات المشحونة كهربائيا ويقاس عادة بالأمبير وينقل لنا التاريخ أن العالم الألماني كونغ ويليام الذي اكتشف بطارية بغداد في قرية قريبة من مدينة سلمان باك في العراق يقول أن العراقيين القدماء قد ابتكروا نظرية صناعة البطارية قبل أكثر من 2200 عام حيث أن بطارية بغداد تعتبر أول بطارية صنعت في العالم وبعد أن تم قياس كمية الفولتية التي تنتجها بجهاز الأوفوميتر في أيامنا هذه اكتشفوا أنها تولد شحنة فولتية قيمتها 1 فولت ويقال أن العراقيين القدماء قد استخدموا هذه البطارية في عملية طلاء الفضة بالذهب وكذلك لأغراض طبية وفي عام 800 وألف للميلاد اخترع أليساندرو فولتا أول بطارية كهربائية وأطلق عليها اسم البطارية الفولتية وكانت مصنوعة من طبقات متوالية من الزنك والنحاس ولقد مدت هذه البطارية العلماء بمصدر للطاقة الكهربائية يمكن الاعتماد عليه أكثر من الماكينات الإكتروستاتية التي كانت تستخدم من قبل وعلى الرغم من أن أوائل القرن التاسع عشر شهدت تقدما سريعا في علم الكهرباء فإن أواخر القرن نفسه شهدت أعظم تقدم في مجال الهندسة الكهربائية وتحولت الكهرباء من مجرد فضول علمي محير إلى أداة رئيسية لا غنى عنها في الحياة العصرية وأصبحت القوة الدافعة للثورة الصناعية الثانية كل ذلك تحقق بفضل بعض الأشخاص مثل نيكولا تيسلا وتوماس أديسون وأوتو بلاثي وجورج وستينغ هاوس وأليكسندر غراهام بيل واللورد ويليام تومسون وبراون كيلفين الأول دخلت الكهرباء إلى العراق في عام 1917 للميلاد إذ نصبت أول ماكنة كهرباء في بناية خاندل في مدينة العمارة وقد اقتصر توليد الطاقة الكهربائية على محركات ديزل ذات القدرة الواطئة بتوتر 220 فولت للتيار المستمر بعد ذلك تم نصب محركات الديزل في مناطق مختلفة من مدينة بغداد منها منطقة السراي لتنوير أبنية السراي والقشلة وشريعة المجيدية لإنارة المستشفيات الموجودة في باب المعظم وكرادة مريم لإنارة المعسكرات معسكر الهنيدي معسكر الرشيد لاحقا وتمت في العام نفسه إنارة أول شارع في مدينة بغداد شارع الرشيد إلا أنها تحولت فيما بعد إلى حلم يأمل العراقيون تحقيقه رغم تعاقب الحكومات وصرف الميزانيات الضخمة لتوفيرها بصورة مستمرة تضمن العراقيين كهرباء ينعمون بها دون اللجوء إلى مولدات الديزل الأهلية التي راحت تنهى شكاهل المواطن العراقي في الأموال الكبيرة التي تستحصلها لقاء كل أمبير شهريا يقابلها التشغيل السيء ورداءة التيار الذي يمنحه بعض أصحاب هذه المولدات ويبقى المواطن هنا بين مطرقة الكهرباء الوطني وسندان المولدات الأهلية ليجد العراقي الذي اكتشف الطاقة الكهربائية لأول مرة على الأرض هو آخر من ينعم بها على وجه الأرض ويضل السؤال هل توفير الكهرباء في العراق مسؤولية الحكومة أم جهات أخرى؟ اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة